أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النهر وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها أي تنشر وتجفف في الشمس وهي أيام شريفة وأفضلها أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النهر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنا وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام من المتبقية للحجيج فهي وقت رمي باقي الجمار بعد يوم النهر وهي وقت ذبح الأضحية والهدي فعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح ويحرم صوم أيام التشريق فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله لاك يرخص في صيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدي ليصوم ثلاثة أيام في الحج ويستحب في أيام التشريق الإكثار من ذكر الله تعالى لقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات وذكر الله تعالى المأمور به هنا أنواع متعددة منها التكبير المطلق والمقيد في هذه الأيام ويكون المطلق في كل وقت والمقيد يكون عقب الصلوات المكتوبات ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج ومن ظهر يوم النحر للحاج وينتهي في عصر آخر أيام التشريق وصفة التكبير الله أتبر الله أتبر لا إله إلا الله والله أتبر الله أتبر ولله الحمد ومنها ذكر الله تعالى بالتسمية والتكبير عند دبح النسك ومنها التكبير عند رمي الجمار ومنها الإكثار من الدعاء الوارد في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار